اهلا بكم متابعي قناة الاستاذ الناجح لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك الجديد اول سؤال اعزائي التلاميذ اليك العدد التالي 1524.465 احصره بين عددين عشريين متتاليين بجزء من مئة السؤال الاول يطلب مننا الحصر بين ماذا عددين عشريين او الشرط متتاليين تاني شرط بجزء من مئة تالت شرط ساعيد كتابة العدد امامكم 65 الحصر يكون بين هدين الرمزين بجزء من مئة ما معنى بجزء من مئة عزائي التلاميذ مرتبة اجزاء المئات ها هي اجزاء المئات اي الرقم التاني بعد الفاصلة عندما يكون الحصر بين عددين عشرين بجزء من مئة اخذ رقمين بعد الفاصلة وكل الجزء الصحيح ماذا اخذ رقمين بعد الفاصلة وكل الجزء الصحيح واعيد كتابته من هذه الجهة اكيد اذا كان الرمز كان في هذا الاتجاه واعيد كتابته واحد خمسة اثنان اربعة فاصل ستة واربعون لاحظ اخذت رقمين فقط بعد الفاصلة لماذا لانه جزء بالمئة هذا العدد الذي وجدته اضيف له واحدا الى ماذا الى ستة واربعون ستة واربعون زائد واحد تساوي سبعة واربعون اعيد كتابة العدد واحد خمسة اثنان اربعة فاصل ستة واربعون زائد واحد كم تساوي سبعة واربعون اذا هل حققت الشروط نعم اولا عددين عشريين متتاليين هذا لاحظ فاصل ستة واربعون وهذا فاصل سبعة واربعون بجزء من مئة نعم رقمين بعد الفاصلة اذا ننتقل الى السؤال الموالي ما هو عدد اعشاره ما هو ماذا عزاء التلاميذ ما هو عدد الاعشار ساكتب العدد دائما في نفس العدد هذا التمرين سنطبق كل التمرين على هذا العدد اربع وشرون فاصل ستة واربعون ما هو عدد اعشاره الاعشار اين هي في بما انه قد يخلط التلميذ بين العشرات وبين الاعشار لاحظوا معي هنا العشرات هي اثنان لكن الاعشار لاحظوا اعشار اضيف لها حرف الالف العشار دائما ما تكون في الجزء العشري الجزء العشري اين هي هي اول مرتبة بعد الفاصلة نقول اجزاء العشرة او الاعشار عندما يطلب مننا العدد اعزاء التلاميذ تعلمناها من قبل اذهب الى المرتبة ها هي مرتبة الاشار واخذ الرقم وما بعده الى اليسار كله لكن بما انه بالفاصلة يجب علي واحد خمسة اثنان اربعة اربعة ها بدأت اربعة 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 اثنان خمسة واحد بالاضافة قمت بحجف الفاصلة اذا عدد الاعشار هي ماذا عشر الفا ومئتان واربعة واربعون سؤال موالي اكتبه على شكل كسر عشرين اريد ان اكتبه على شكل كسر عشرين الكسر العشري كما تعلمناه منذ السنة الرابعة انه كل كسر مقامه ماذا اما عشر او مئة او الف او عشرة الاف او مئة الاف او مليون الى ما لا نهاية اذا اريد ان اكتب هذا الكسر على هذا العدد على شكل كسر عشري اولا اعيد كتابة العدد بدون فاصلة اعيد واذكر اعزائي التلاميذ كل هذه الدروس شرحتها في قناتي بالتفصيل بعد ذلك ماذا افعل اهم خطوة لكي اعرف ان كانت عشرة او مئة او الف او عشرة الاف ماذا افعل احسب عدد الارقام بعد الفاصل كم من رقم عندي بعد الفاصلة ثلاثة اصفار معناها عدرا ثلاثة ارقام ما معنى ذلك ثلاثة اصفار واضيف لها الواحد اذا هذا العدد على اعطيني نتيجة ضرب هذا العدد في مئة اعيد كتابة العدد فاصل اربعمائة وخمسة وستون في مئة هل تحتاج إلى عملية عمودية درسناها من قبل لا تحتاج إلى عملية عمودية كل ضرب في عشرة او في مئة او في الف او في عشرة الاف لا يحتاج إلى عملية عمودية اول خطوة اعيد كتابة العدد بدون فاصل 1 5 2 4 6 5 بعد ذلك تاني خطوة أحسب عدد الأصفار عندي صفرين معناها سأزيح الفاصلة إلى اليمين بكم؟ برقمين لماذا؟ لأنه عندي ضرب إذن الفاصلة أين كانت؟ الفاصلة كانت هنا سأزيحها برقمين الرقم الأول الرقم الثاني وأضع الفاصلة إذن ناتجة أمامكم انطلق دراج من المدينة أ على الساعة التاسعة وبعد ساعة وربع توقف مدة عشرين دقيقة لإصلاح عجلة دراجته ثم استأنف سيره فوصل إلى المدينة بي بعد تلاتين دقيقة ما هو توقيت وصوله إلى المدينة؟ عزائل تلمين انطلق من المدينة أ لا يهمنا اسم هذه المدينة على كم ساعة انطلق؟ انطلق على الساعة التاسعة على الساعة التاسعة صباحا إذن سيتقدم إلى الأمام وبعد ساعة وربع بعد ماذا؟ بعد ساعة وربع ما معناها ساعة وربع؟ واحد ساعة وخمسة عشر دقيق توقف توقف هنا نقول أنه انطلق من المدينة أ وبعد ساعة وربع توقف مدة عشرين دقيقة عندما تتوقف لمدة عشرين دقيقة في مكان هل الساعة سترجع إلى الخلف أم ستتقدم؟ أكيد ستتقدم بكم؟ بعشرين دقيقة إذن ها هي أمامكم إذن هنا توقف لماذا؟ لإصلاح دراجته ثم استأنف سيره فوصل إلى المدينة B بعد ثلاثين دقيقة لاحظوا معي بعد ثلاثين دقيقة ماذا حصل؟ وصل إلى المدينة B بعد كم؟ بعد ثلاثين دقيقة أكيد في كل مرة أن الوقت سيزداد وسيتقدم لن يرجع إلى الخلف لاحظوا معي انطلق على الساعة التاسعة بعد ساعة وربع اسمع جيد هذه الكلمة بعد ساعة وربع توقف لمدة عشرين دقيقة الساعة ستتقدم ثم وصل سيره فوصل إلى المدينة B بعد عندما نستعمل هذه الصيغة أكيد أن الوقت سيتقدم سفر زائد خمسة كم تساوي؟ زائد سفر زائد سفر تساوي خمسة واحد زائد اتنان ثلاثة زائد ثلاثة تساوي ستة دقيقة بعد ذلك أر تسعة زائد واحد كم تساوي؟ عشرة لاحظ معي تحصلت على عشر ساعات وخمسة وستين دقيقة هل أتركها هكذا؟ لا عزاء التلاميذ عندما يتجاوز التوقيت ماذا؟ عندما يتجاوز تسعة وخمسين دقيقة أقوم بأخت ساعة من الدقائق هكذا وأضيفها إلى الساعات وتصبح عندي أيضا هذا الدرس شرحته بالتفصيل على قناتي خمسة ناقص سفر تساوي خمسة ستة ناقص ستة تساوي سفر عشرة ساعات زائد واحد ساعة كم تساوي؟ إحدى عشرة ساعة إذن عوض قول عشرة ساعات وخمسة وستون دقيقة أقول إحدى عشرة ساعة وخمس دقائق إذن توقيت وصولي هذا الدراج إلى المدينة بي هو ماذا؟ عزاء التلاميذ الحادي عشر وخمس دقائق الآن ننتقل إلى التمر الموالي يريد صاحب مصنعين إحصاء عدد المهندسين في كل مصنعين مع العلم أن عدد العمال الإجمالي في المصنع الأول هو كم؟ سأعيد كتابة المعطيات ها هو أمامي المصنع الأول وهذا المصنع الثاني المصنع الأول فيه كم؟ مئتان واربعون عاملا مئتان واربعون عاملا عاملا منهم أربعون بالمئة مهندسا كم فيهم؟ فيهم أربعون بالمئة مهندسا أما المصنع الثاني عدد عماله تلاتمائة وستون عاملا عندي تلاتمائة وستون عاملا هذا في المصنع الثاني عدد المهندسين فيه هو ثلث العدد الإجمالي درسنا في السنة الرابعة وسنة الخامسة أن الثلث هو واحد على ثلاث قلنا أن النصف كتذكير هو واحد على اثنان كسر مشهورة الربع واحد على أربعة الخمس واحد على خمسة السدس واحد على ستة إلى آخره والثلث هو مدى عزائي تناميد واحد على ثلاثة كيف نستغل هذه المطايات لحل هذه الوضعية ما هو عدد المهندسين عدرا هنا ما هو عدد المهندسين في كل مصنع إذن في كل مرة أجد سؤالا له علاقة بالنسبة المئوية سأحتاج إلى ماذا؟ إلى العلاقة التلاتية قلنا أن العدد الكلية دائما ما يقابله مئة بالمئة أيضا في السطر الثاني عندي مئة بالمئة أضع تحتها ماذا؟ أربعين بالمئة النسبة تحتها النسبة وهنا العدد الكلي أضع تحته العدد الجزئي العدد الجزئي هو عدد ماذا؟ عدد المهندسين لماذا؟ لأن عدد المهندسين ماذا يقابله؟ يقابله أربعون بالمئة إذن لكي أجد هذا المجهول ماذا أفعل؟ علاقة التلاتية أربعون في مئتاني وأربعون قسمة مئة الأولى ضرب والتاني قسمة إذن أربعون في مئتاني وأربعون على مئة وتساوي يمكنكم التأكد منها أعزاء التلاميذ لكي نربح الوقت فقط 9600 هذه في هذه تعطيني 9600 على مئة كيف أجد الحل؟ هل أحتاج إلى عملية قسمة؟ لا أعزاء التلاميذ فقط نختزل سفر مع هذا السفر وهذا السفر مع هذا السفر وتعطيني النتيجة 96 مهندسا أيضا لكي أقوم بحل هذا النوع من الأسئلة عندنا العدد الكلي والعدد الجزئي هنا هل أعطاه لي على شكل نسبة؟ لا مرة الأولى نسبة وهنا على شكل ماذا؟ على شكل كسر مباشرة أعزاء التلاميذ عندما يعطينا عدد كليا يقابله عدد جزئي على شكل كسر ماذا أفعل؟ أضرب مباشرة وتصبح عندي عدد المهندسين هو 360 في 1 على 3 وتساوي 360 في 1 على 3 لماذا؟ أضرب 360 في البسط وأقسم على 3 وتساوي 360 على 3 وتساوي 120 إذن المصنع الأول فيه 96 مهندسا والمصنع الثاني 120 مهندسا نذهب عندنا CDCB هي زاوية لاحظ معي CDCB رأس الزاوية هو ماذا؟ C ها هو رأس الزاوية C هي عبارة عن زاوية ماذا؟ زاوية قائمة ما الدليل؟ هذه إشارة هي زاوية قائمة أن القطعة المستقيم B, C و A, D متقايستان 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 وماذا متوازيتان A, D بالنسبة لـ D, C قطعة المستقيم A, D بالنسبة إلى D, C لاحظوا هنا عندنا إشارة ماذا؟ الزاوية القائمة إذن A, D تعامد D, C المضل A, B, C, D هو ماذا؟ وعبارة عن ماذا؟ مستطيل الآن ننتقل إلى حقل مساحته 2550 مترا مربعا وطوله 750 ماذا؟ دي سي متر أحسب عرضه المساحة تساوي 2550 مترا مربعا والطول يساوي كم؟ 750 ماذا؟ دي سي متر أحسب العرض أين نجد العرض والطول والمساحة في أي قانون؟ نجده أكيد في قانون المساحة المساحة تساوي الطول في العرض نستنتج منها قانون العرض العرض يساوي المساحة قسم الطول المساحة عندي عزاء التلاميذ نعم الطول عندي نعم هيا لنعود العرض يساوي المساحة كم تساوي 2550 مترا مربعا أو مترا مترا مربع قسم الطول أعزاء التلاميذ الطول هو كم؟ 750 لكن دي سي متر هل كلتا الوحدتين متشابهتين؟ لا إذن لكي أحولها من الدي سي متر إلى المتر سأحولها من الدي سي متر إلى المتر على الجدول أيضا في التحويل سهلة جدا عندنا ماذا؟ عندنا المتر يتوسطهم ومن هذه الجهة دي سي متر ومن هذه الجهة دي كامتر أريد أن أكتب 750 دي سي متر رقم الوحدات في الوحدة سفر بعد ذلك خمسة سبعة من الدي سي متر إلى المتر أحول وأضع الفاصل وتصبح عندي كم؟ خمسة وسبعون مترا إذن تأكت منها خمسة وسبعون متر